السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوي الصناعي تخصص التبريد وتكيف الهواء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقتنا عن تدريس مواد تخصص التبريد وتكيف الهواء وبرنامجكم المفضل مدرسة على الهواء كلمنا في الحلقات السابقة بحول الله وآخر حلقات عن مادة مهمة جدا وهي مادة تكنولوجيا الكهرباء وعرفنا من خلال المادة الباب الأول وتطرقنا من خلاله إلى الدوائر الكهربية لبعض أجهزة التبريد المنزلية مثل الدائرة الكهربية للسلاجة التي يتم إزابة الصقيع بها يدويا وأيضا الدائرة الكهربية للسلاجة التي يتم إزابة الصقيع بها أوتوماتيكيا وعرفنا مكونات كل دائرة ونظرية عمل مجالات استخدامها وتطرقنا من خلال الحلقة السابقة بحول الله أيضا إلى معرفة التفاصيل الأساسية للأجزاء كنوع من المراجعة لأبنائنا الطالبة والطالبات علشان يبدأوا المادة باسترجاع ما سبق دراسته في الأعوام السابقة وتكون المحصلة النهائية بفضل الله مثالية لعلشان نعرف كل جزء ووظفته والمكونات اللي بيتكون منها والأسر اللي بيحدثه داخل الدائرة الكهربية إن شاء الله النهاردة في حلقتنا هتكون حلقة مهمة جدا جدا بناء على رغبة عدد كبير جدا من أبنائنا الطالبة والطالبات تخصص التبريد وتكيف الهواء وهي عن مادة الرسم الفني وعندما نتحدث عن الرسم الفني فطبعا حدث ولا حرج الرسم الفني هو عصب المدارس الصناعية والمدارس الفنية والمدارس الهندسية على اختلاف أنواعها ومادة الرسم الفني هي مادة مش بس مهمة لتخصص التبريد وتكيف الهواء ولكن عندما نتحدث عن الرسم الفني نجد أنها مادة أساسية بتنمي مهارات التخيل والاستنباط والاستطلاع لدى جميع طلاب التعليم الفني والصناعي بصفة خاصة ولا يكتصر أهمية الرسم الفني على تخصص التبريد وتكييف فقط ولكن على جميع التخصصات الصناعية بحول الله لأنه هو النواء الأساسية والمادة الأساسية اللي بتنمي عند طلابنا الأعزاء مهارات التخيل ومهارات الاستنتاج اللي عندي ومن خلاله بنقدر نطلع مهندسين أو بنطلع فنيين قادرين على استنباط مهارات التخيل طيب الرسم الفني لتخصص التبريد وتكييف الهواء بحول الله في هذا العام بينقسم إلى أربع أجزاء أساسية مهمة جدا وكل جزء لا يقل أهمية عن الجزء الآخر الجزء الأول وهو استنتاج المسقط الثالث مع عمل قطاع وده طبعا جزء مهم جدا وجزء كنا درسناه في الأعوام السابقة بس هندرسه تفصيلا في هذا العام الجزء الثاني وهو رسم بعض دوائر التبريد باستخدام المصطلحات التبريدية يبقى مجموعة من المصطلحات التبريدية ببتدي أستخدمها هذه المصطلحات بكون منها دائر التبريد الجزء الثالث وهو رسم أو ما يطلق عليه الرسم الكهربي والرسم الكهربي أيضا هو عبارة عن مجموعة من الرسومات أو مجموعة من الرموز الكهربية من خلالها بكون دائرة كهربية لبعض أجهزة التبريد والتكيف اللي عندنا الشك الرابع والجزء الرابع وهو إفراد أسطح مجاري الهواء طبعا إحنا مش هندرس كل ده في حلقة واحدة ولكن إحنا هنتطرق لهم بحول الله على مدار العام وهنبتدي كل حلقة أو حلقتين ناخد نوع معين بحيث أن إحنا يحصل أو يحدث تكافؤ بالنسبة لأبنائنا الطلبة والطالبات ويقدروا يستنبطوا ويقدروا يعرفوا أجزاء المنهج ويبقوا قادرين على حل الامتحام بكل سلاسة وكل يسر إن شاء الله طيب الجزء الأول وهو الجزء المهم جدا وهو استنتاج المسكة الثالث مع عمل قطاع في طلبة كتير من طلبنا الأعزاء طلبين مننا قالوا يا مصدر على موقعنا طبعا موقع التواصل الاجتماعي على قناة مصدر التعليم الفني وأيضا على مواقع اليوتيوب فطلبين مننا إن إحنا نبدأ مجموعة من الأساسيات قبل بداية استنتاج المسكة الثالث يبقى أنا هبدأ هعمل عملية تشك أو عملية استرجاع بسيطة جدا لبعض الأساسيات هذه الأساسيات هي النواء الأساسية لإستنتاج المسكة الثالث يبقى إن شاء الله هنبدأ مجموعة من الأساسيات بسيطة جدا ونعرف من خلالها القواعد المهمة جدا إلاني من خلالها بقدر استنتاج المسكة الثالث وفي نفس الوقت أيضا هناخد تمرين بسيط من واقع كتابنا المدرسي على استنتاج المسكة الثالث مع عمل قطاع طيب تعالوا مع بعض كده نبصوا ونشوف الأساسيات الهامة داخل مادة الرسم الفني لتخصص التبريد وتكيف الهواء نبص كده مع بعض طبعا دي مادة الرسم الفني ننتقل إلى أقسام الرسم الفني اللي احنا لسه أيللنا لحضراتكم القسم الأول وهو الرسم الفني أو الميكانيكي وده طبعا زي ما احنا قلناه استنتاج المسكة الثالث مع عمل قطاع بالمسكة المطلوب رقم اتنين الرسم التبريدي باستخدام الرموز والمصطلحات التبريدية باخد من خلاله نحفظ الأول مجموعة من الرموز الخاصة لمكونات دائرة التبريد والتكيف اللي عندي وبعد ما يحصل عملية حفظ هذه الرموز بنبتدي نكون منها دائرة تبريد الجزء الثالث إفراد أسطح مجاري الهواء والجزء الرابع الرسم الكهربي باستخدام الرموز والمصطلحات الكهربية أيضا اللي بيتم من خلالها أيضا حفظ مجموعة من الرموز للدوائر الكهربية لأجهزة التبريد والتكيف اللي عندي وبكون من خلالها دائرة كهربية زي مثلا الدائرة الكهربية للسلاجة اللي بيتم إزابة الصكيع بها يدويا لجهاز تكيف إلى آخره من الأجهزة اللي احنا ندرسها في هذا العام بحول الله طيب ننتقل إلى استنتاج المسكة الثالث مع عمل قطاع وزي ما احنا قلنا لازم نبدأ بمجموعة من الأساسيات هذه الأساسيات هي النواء الأساسية اللي من خلالها بتنمي مهارات التخيل عند طلابنا الأعزاء طيب ملاحظات هم ما يجب مراعطها قبل البيت في عملية الرسم هنقول ايه؟ أول حاجة طبعا المسكة الثالث أو المساقط السلاسة مرتبطين بمجسم واحد وليس كل مسكة على حدة لأن كتير من أبنائنا الطلبة والطالبات مفكرين أن المسكة الرأسي منفصل عن الجانبي منفصل عن الأفكي ولكن كل هذه المساقط السلاسة مرتبطين بمجسم واحد لذلك فمن الضروري أن احنا نوضح لأبنائنا الطلبة والطالبات أن كل مسكة مرتبط بالمسكة الآخر وليس كل مسكة على حدة ننتقل إلى الملحوظة الثانية والهمة جدا ارتفاع المسكة الرأسي بيساوي ارتفاع المسكة الجانبي يعني لو ارتفاع المسكة الرأسي 50 مثلا على سبيل المثال يبقى ارتفاع المسكة الجانبي أيضا 50 70 والعكس صحيح أيضا رقم وطبعا ده كله هنشوفه بأمثلة بعدما نخلص الملاحظات رقم 3 طول المسكة الرأسي يساوي طول المسكة الأفكي برضو أيضا طول المسكة الرأسي وطبعا زي ما احنا عارفين في اللوحة عندنا المسكة الرأسي هو المسكة الأساسي اللي هو بيبقى مدهولي داخل لوحة الرسم اللي عندي وبيديني مسكة رأسي وجنبي ومحتاج مني الأفقي أو رأسي وأفقي ومحتاج مني الجانبي يبقى لازم نعرف أن المسكة الرأسي هو المسكة الرئيسي اللي موجود في قلب الرسمة اللي عندنا بنقول أن ارتفاع أو طول المسكة الرأسي يساوي طول المسكة الأفقي بمعنى أن طول المسكة الرأسي 100 يبقى إذن طول المسكة الأفقي أيضا عندي كام عندي 100 وهنشوفه أيضا ارتفاع المسكة الأفقي يساوي طول المسكة الجانبي بمعنى اننا عندي لو المسكت الجانبي مثلا ارتفاعه المسكت الارتفاعه 50 يبقى طول الجانبي 50 وهنشوفه ايضا اسقاط الاستوانة تظهر دائرة فيه مسكت ومستطيل فيه مسكتين وده طبعا هناخد فيه جزء مهم جدا وهنشوفه ايضا عندنا طيب تعال ناخد مثال عندنا كده ادي شكل ايزومتريك موجود عندي من الطبيعة وقطعة ميكانيكية الايزومتريك ده تعالوا مع بعض نتدرك فيه تغيير وجهة هذا المنظور الهندسي من السلاس اجناب اللي هو المسكت الرأسي المسكت الرأسي اللي هو الوجهة الامامية اللي قدامي دي كده والوجهة الامامية اللي بوجودة قدامي دي اللي هي موجودة هنا ده شكل المسكت اللي هي الرأسي او الفرونت اللي بيكون موجود عندي طيب ادي الفرونت اللي الشكل اللي موجود عندي تشوفوا تدرجوا كده معايا في الصورة ولنفرض انا مسك المنظور بيدي وبتد اتدرك في دوران المنظور شوف دورته هنا شجزء وجدت هنا دورته هنا جزء آخر إلى أن دورته إلى جهة الجنب بالكامل يبدأ بيطلق عليه المسكة الجانبية إحنا بس حبينا نوضح لطلبنا الأعزاء أن التلات مساكة مرتبطين بمجسم واحد مش كل واحد مختلف عن الآخر لأنك في من بعض السلبيات اللي إحنا كنا بنلاحظها إنه ممكن طلبنا الأعزاء طالب يرسم المسكة الرأسي ويرسم المسكة الجانبية بعيد عنه خالص أو مش بنفس إيه ارتفاعه فكم من الضروري تواجد هذه لو نحن ناخد الأساسيات الأول قبل ما نشتغل علشان من خلالها هي اللي بتوضح لي إزاي بنستنتج المسكة التالت بصفة عامة طيب إحنا ما جينا بصينا للنفس المنظور ده وجينا جبناها يمت الجنب وعكسنا شكله كده جال الشكل اللي عنده هو اللي هو الصيد فيو أو المسكة الجنبية اللي بيكون موجودة عني طيب تعالى على نفس الفورنت وبصوله من فوق كده من الجهة من أعلى هنبصوا لا إحنا تدرجنا هنا في الدوران وتدرجنا في الدوران إلى أن وصلنا إلى أعلى يبقى أنا كده بصص له من فوق مباشرة فوق الأيزومترك اللي عندي وده بيطلق عليه المسكة الإيه المسكة الأفقي زي ما إحنا شايفين في رسمتنا ده الشكل الأفقي يبقى تعالوا نبصوا مع بعض قد الفورنت أو المسكة الرأسي قد المسكة الرأسي موجودة عندي هنا طيب لما جيت عملت له عملية الدوران وجال المسكة الجنبي قادي المسكة الجنبي جالي شفناه تكل حرف إلي كده زي ما احنا شايفينه ودي المسكة الأفقي لما استدرجناه من فوقه وبصناه من أعلى شفنا المسكة الأفقي اللي هو بالشكل اللي بيكون موجوده عندي هنا بإذن التلات مساكة مرتبطين بمجسم واحد ما ينفعش إن أنا أقول مسكة بعينه يعني أنا ما ينفعش مثلا على سبيل المثال إن أنا أقول المسكة الرأسي طوله 80 والمسكة الأفقي طوله 60 لا ده طول المسكة الرأسي هو يساوي تماما طول المسكة الأفقي وارتفاع المسكة الجانبي يساوي تماما ارتفاع المسكة الرأسي يبقىني في بعض التمرين ممكن أدي لحضراتك وأقول لك الليفل أو الارتفاع بتاع الجانبي 60 يبقىني أعرف على طول إن ارتفاع الرأسي 60 والعكس صحيح ممكن أديك لأن طبعا في رسمتنا أو في معظم رسومتنا أو الرسم الميكانيكي وخاصة استنتاج المسكة الثالث بناخد في الأبعاد لأتكاد تكون ناقصة يعني ممكن أديك طوله الأفقي وما أديكش طوله الرأسي أنا طبعا بالبديه من خلال الكواعد دي أعرف أن طوله الرأسي هو نفسه طوله الأفقي أديك ارتفاع الجانبي وما أديكش ارتفاع الرأسي والعكس ممكن أديك ارتفاع الرأسي وما أديكش ارتفاع الجانبي أنا أعرف في الحالة دي أنه هو نفس الارتفاع اللي بيكون موجود عندي ده بالنسبة لبعض الأساسيات المهمة جدا تعالوا مع بعض نكمل مجموعة من القواعد الأساسية ومجموعة من الأساسيات اللي من خلالها برضو هنعرف نستنتج المسكة الثالث نبص كده مع بعض عندنا ونشوف هنا إيه أدي ديتك مثال صغيرة هو أدي ده الشكل اللي بنقول عليه كده لما نيجي نقول يا مصدر الشكل ده عبارة عن إيه هنقول ده المسكة الرأسي ومديني الإرية أو مساحة أو أبعاد المسكة الرأسي كم في كم هنقول مية في ستين تعالوا بقى نركز مع بعض عشان نطبق القواعد اللي احنا قلناها طيب يبقى احنا ما جينا نبص المسكة اللي تحتيقه مباشرة هو المسكة الايه هنقول هو المسكة الأفقي والمسكة الأفقي أبعاده كم أردن هنلاقي مية في كم في خمسين يبقى إذن طول المسكة الرأسي هو نفسه طول المسكة الأفقي طب احنا عاوزين المسكت الجنبي بنجيبه ازاي لما كنا بنيجي من الصف الاول وبنعمل الاحداثيات اللي عندي بالزاوية 45 درجة فكنا بنيجي زي ما احنا شايفين الطول ده اهو وهنا برضو نفس النظام كده الطول ده هو نفسه طول الاي اه يبقى اذا ارتفاع المسكت الجانبي ارتفاع المسكت الافقي هو نفسه ايه طول المسكت الايه الجانبي زي ما احنا شايفين وده كده التلات مساقط واقدر من خلالها استنتج التلات مساقط بكل سهولة وكل ايه يسر زي ما احنا شايفين قدامنا طيب نبص كده هنقول هنا ابعاد الجانبي ما بتبقاش مكتوبة كام هنقول ستين يبقى ازا ابعاد المسكت الجانبي ستين في الطول كام خمسين جيبنا الطول ده بخمسين من ايه مستر قنون هو ارتفاع المسكت الايه الافقي طب تعالوا نشوف نفس الرسمة بس احنا نغير الدين الرأسي والجانبي ومطلوب من الافقي نشوف كده هيحدث ايه جي هنا الدين الرأسي قال للرأسي الابعاد بتاعته تسعين في كام في خمسين والجانبي الابعاد بتاعته طب الطول ده كام لو انا مش كتبه برافو علينا كلنا بنقوله الطول ده ايه الطول ده خمسين يبقى ازا الارتفاع ده خمسين هو نفسه ارتفاع المسكت الجانبي وده كام ده ستين طب احنا عاوزين نجيب المسكت الافقي كام في كام انا سامع طالب من طلابنا الاعزاب يقول يا مستر ابعاد المسكت الافقي 90 في 60 جبناها منين 90 في 60 الطول ده 60 يبقى ايزا طول المسكة الافكي كام 60 والطول هنا كام 90 هو نفسه ارتفاع المسكة الافك زي ما احنا شايفين كده اهو عكسنا يبقى احنا خدنا الطول ده نركز مع بعض هو اللي نزلي هنا عن طريق اللي نعكس بالزاوية 45 وهيجيلي نفس الطول هنا يبقى اصبح عندي طول المسكة الافكي 90 في 60 يبقى احنا بكده عرفنا ازاي نستنتج المساكة التلاتة ونجيب ابعادها وطبعا هنطبق الكلام ده كله على ايه على بعض الرسومات الهندسية اللي احنا هنشوفها وتمارين من واقع كتابنا المدرسي نرجع بقى لمساكة الاسطوانة اللي احنا لسه ايلنها وهنقولها تاني ونشوفها طيب لما نيجي نتكلم ونقول يا مصدر يعني ايه الاسطوانة عندنا مساكتها بتبقى ازاي لازم اعي تماما ان لا تخلو اي قطعة ميكانيكية من شكل اسطواني بيكون موجود عندي لذلك من الضروري انني اعرف القواعد الاساسية الخاصة باستنتاج المساكت السلاسة للاسطوانة ليه علشان هتريحني وانا لو عرفتها هلاقي في معظم المساكت اللي بيكون موجودة عندي في سلاسة في استنتاج المساكت الثالث اللي عندي طيب نقول ان الاستوانة اي استوانة او اي مجسم دائري بمعنى اصح هل انا بشوفه في الثلاث مساكت دائرة هنقول لا يا مصدر احنا بنشوفه في مسكت واحد فقط سواء كان هذا المسكت اما ان يكون الرأسي واما ان يكون الافقي واما ان يكون الجانبي فبيكون دائرة فقط ولكن المسكتين التانين بيظهر الليفل او الطول اللي عندي بتاع الاستوانة لذلك احنا بنقول ان قواعد الاستوانة ان الاستوانة بتظهر دائرة في مسكت واحد فقط وتظهر مستطيل في المسكتين الاخرين او على حسب بارتفاعها. فده بالنسبة لقواعد الاستوانة. تعالوا مع بعض كده نبص ونشوف شكل الاستوانة ونستنتج المساكت التلاتة علشان تفيدنا في عملية استنتاج المساكت التالي. نبص كده مع بعض. بيقول لي هنا القاعدة الخامسة تظهر الاستوانة دائرة في مساكت واحد فقط من المساكتين والمساكتين الاخرين بتظهر ايه؟ مستطيل. طب بص كده مع بعض كده. ادي شكل ايه في الايزومترك او شكل اللي هو الاسور ده لشكل استواني. الشكل الاستواني لو انا جيت بالصلو هنا من المساكت الافكي او من اعلى. هلاحظ ان الشكل ده عبارة عن دائرة. فلذلك انا جيت رسمت الاستوانة المساكت الافكي بتاع ايه دائرة. ولكن عندما انظر الى هذا المجسم الاستواني من الجهة الرأسية او من المساكت الراسي. هلاحظ وجود مستطيل. يبقى هنا انا عملته مستطيل. وعندما انظر اليه من المساكت الجانبي أيضا هلقيه مستطيل طيب نفس الستوانة بس احنا ألبناها وخلينا الشكل العام أو الشكل الدائري عندي جي في الجهة الجانبية فهنبص للشكل هنا هي نفس القاعدة ولكن شكل الدائرة بتختلف من مسكة لآخر هنا لما نيجي نبص هنلاقي هنا في المسكة الجانبي هذا المجسم عبارة عن دائرة فرسمناه في المسكة الجانبي هنا دائرة ولكن عندما ننظر إليه من المسكة الرأسي هنشوفه مستطيل وعندما ننظر إليه من المسكة الأفق هنشوفه إيه مستطيل يبقى إذن عشان نخلي بالنا هنقولك تظهر الستوانة دائرة في مسكة واحد فقط ومستطيل في إيه في المسكتين الآخرين أو على حسب إيه أو على حسب طلهم ننتقل إلى جزء مهم جدا وهو القطاعات يعني إيه يا مستر القطاعات ويعني إيه القطاع القطاع ده جزء مهم جدا لا يمكن الاستغناء عنه في استنتاج المسكة الثالث بمعنى أما أقولك القطاع هو إيه أو هو عبارة عن إيه أو ما نيجي نعرفه هنقول هو قطع في الأجزاء والأشكال الميكانيكية بغرض إظهار الأجزاء المختفية اللي بتكون موجودة داخل الجسم على سبيل المثال من واقع تخصصنا عندي ضاغط لسلاجة الضاغط عاوز أعمله عملية قطاع عشان أبين لجميع طلبنا الأجزاء الداخلية اللي بيكون موجودة عنيه فببتدي أعمل عملية قطع عشان أوضح الأجزاء الداخلية بتكون موجودة إزاي لأن قبل عملية القطاع هيكون الضغط عندي موجود أوردي الأجزاء عندي ولكن أنا مش شايفة فأنا عاوز أظهرها وخلي الأجزاء الداخلية ملموسة ومحسوسة بالنسبة لأبناءنا الطلاب فإذن هو قطع في الأجزاء الميكانيكية والقواعد أو الأجزاء الميكانيكية سواء كانت قواعد سواء كانت ضواغت سواء كانت أي قطع ميكانيكية بغرض إزهار الأجزاء المختفية وعملية القطع دي بتتم في الأجزاء المصمطة اللي احنا بنقول عليه حد المنشار وحد المنشار دي لازم يكون في الأجزاء المصمطة فقط ولكن الأجزاء الفراغ بنطلق عليها دي فراغ ما بيحدث لها عملية قطع أو ما بيطرقش لها عملية تغيير طيب إحنا بنعبر عن إيه بحد المنشار أو الحد القطع بخطوط هذه الخطوط بتكون بزاوية 45 درجة ده بالنسبة لتخصص التبريد ولكن هناك بعض التخصصات هذه الخطوط بتكون بزاوية مختلفة ويطلق على هذه الخطوط خطوط التهشير يبقى إذن خطوط التهشير هي خطوط الحد القطع من المنشار في الأجزاء المصمطة ويعبر عنها بزاوية 45 درجة طيب تعالوا كده مع بعض نشوف القطع ونشوف أنواع القطع ونشوف بعض الأشكال هنعمل عملية قطع فيها في الحركات الميكانيكية ونشوف الأسر اللي بتحدثه بعد عملية القطع اللي عندي فنبص كده مع بعض ونشوف القطعات هنقول أول حاجة القطعات إظهار الأجزاء المختفية الهدف الأساسي من عمل القطعات في المساقط هو هنقول رقم واحد إظهار الأجزاء المختفية كلها أو معظمها وذلك بتمرير مستوى قاطع اللي احنا قلنا عليه اللي هو المنشار بمسابة منشار ويقطع في الجسم ويمرر بالأجزاء المراد إيه إظهارها وطبعا ده زي ما احنا قلنا بيعبر بزاوية 45 درجة طيب بصوا كده مع بعض أدي أيزومتريك وأدي شكل قطعة ميكانيكية موجودة عندي هذه القطعة الميكانيكية عاوز عمل لها عملية قطع لو أنت جيت تشوف احنا حطيني المنشارة هو عاوزين نقطعها بالقطاع الطولي والقطاع الطولي ده بنطلق عليه قطاع رأسي ولسه هنشوف أنواع القطاعات إن شاء الله طيب لما نيجي نبص كده أدي القطاع الطولي اللي بيكون موجود عندي أنا عاوز أقطع الجزء ده اللي بيكون موجود عندي أو القطع الميكانيكية ده طيب أنا على سبيل المثال في الوضع اللي عادي كده لو أنا جيت أبص من الجهة الرأسية أنا شايف الجزء ده اللي هو من أعلى ده ما فيش مشكلة ولكن التقوب اللي بيكون موجودة جوا دي والمجرة الداخلية اللي بيكون موجودة جوا دي أنا مش شايفة فعلشان كده أنا بعمل عملية القطاع ده بتعالوا كده نبص بعد عملية القطاع آه إيه اللي حصل بقى شوفوا الشكل عندي أصبح عامل إزاي بعد عملية القطاع بعد ما أنا قطعت في الأجزاء أدي الشكل عندي تقاسى من الصنه برمي الجزء ده وأدي الجزء ده في الجهة الرأسية هلاحظ اللي بيكون موجود عندي بزاوية خمسة واربعين درجة وهذه الخطوط بتكون في الأجزاء المصمطة فقط طيب ما للجزء ده يا مستر ما احنا قطعنا فيه ما احنا قلنا ان الجزء ده عبارة عن فراغ والفراغ لا يهشر او لا يعبر عنه بخطوط التهشير زي ما احنا شفنا لذلك احنا جينا بصنا شفنا الجزء ده وشفنا الجزء ده وشفنا الجزء الاخر ده وده العصب ايضا والعصب ما برضو هنقوله في حلقتنا النهاردة القواعد ليه ما هشرناش فيه ده شكل من الاشكال عندي وبيطلق عليه قطاع رأسي لانه نقاطع في الشكل وشكل القطاع هيبان في المسكة الى الرأسي طيب نلتقل الى العلامات التي يتركها المنشر اللي احنا لسه ايلنها المستوى القاطع في الأجزاء المصمطة يعبر عنها بخطوط خفيفة هذه الخطوط بتكون متوازية مائلة بزاوية خمسة واربعين درجة تسمى بخطوط الى تسمى بخطوط التهشير طيب لما نيجي نبص طبعا دي اشكال مختلفة من خطوط التهشير بالنسبة للمعادن احنا طبعا معظم شغلنا بيكون على الشكل الاولان بيكون بزاوية خمسة واربعين درجة ده وده بيندرك على المعادن ومعظم المعادن والحديد ده لو الشكل لو انا عاوز طبعا دي في الاجزاء الميكانيكية البرونزو ومشتقات النحاس وصفة عامة باخد النوع ده من القطاع لو انا عاوز ايضا المعادن الخفيفة زي الالمونيوم مثلا باخدان الشكل ده من القطاع لو انا عاوز المطاط والحاجات البلاستيكية زي البلاستيكات والعازل الكهربي الخفيفة يعني بمعنى صح باخد نوع ده من التهشير ولكن خلينا في النوع الاولاني بتاعنا اللي هي بتكون خطوط التهشير زي ما احنا شفنا بزاوية خمسة واربعين درجة والمسافات بين الخطوط تكون متساوية وتقدر ما بين اتنين الى خمسة ملي متر او تزيد يجب ان تكون جميع الخطوط التي تحدد منطقة التهشير خطوط ايه ظاهرة وليست خطوط مختفية ولا يجب ان يمر خط ظاهر من خطوط الجسم الاساسية داخل منطقة التهشير وانحدث ذلك يجب ايه ماسحه زي ما احنا شفنا يعني ايه بمعنى صح يعني ما جاقول مثلا ان خطوط التهشير هنقول مجموعة من الكواعد الهمة اثناء عملية التهشير اولا يجب ان تكون خطوط التهشير خفيفة يجب ان تكون خطوط التهشير اخف من الخطوط الاساسية للمسقط يجب ان تكون خطوط التهشير المسافة اللي بينهم متساوية بقدر الامكان ما فيش خطوط تقطع خطوط التهشير حتى لو في سنتر لاين او حتى لو في محور يجب مسحه تماما بحيث ان ما فيش اي حاجة تقطع خطوط التهشير وده بتعبر عن الاجزاء المصمطة اللي تمت عملية فيها الكطاع يبقى هقول لها تاني خطوط التهشير تكون خفيفة بقدر الامكان خطوط التهشير تكون متساوية خطوط التهشير تكون بزاوية 45 درجة خطوط التهشير زي ما احنا قلنا ما فيش اي خطوط بتقطع خطوط التهشير اللي بيكون موجودة عندي دخل ايه المسكتب تعالوا نشوف الكلام ده على الايزومترك اللي احنا جبناه لكم ونشوف برضو عملية الكطاع تمت فيه ازاي لما نيجي نبص هنا في الشكل اللي عندي ادي شكل من الاشكال او ادي شكل ما الايزومترك عملنا له عملية كطاع تعالوا بص كده ادي خطوط التهشير اللي موجودة عندي هنا ما فيش اي خطوط بتقطع خطوط التهشير زي ما احنا شوفنا يعني هنقول يعني ايه مصطر يعني لو في دوائر كانت موجودة نقط او صقوب كانت موجودة نقط بمسحها تماما ادام المنشار ممشيش فيها وما بعبرش عنها ليه علشان خاطر لو هي موجودة ووجيت عملتها هرجعها مسحها تاني فهتضوز الشكل الجمالي للرسمة اللي بيكون موجودة عندي لذلك زي ما احنا شوفنا ادي الشكل العامل الايه للرسمة اللي عندي طيب احنا شوفنا كده خطوط التهشير هي بزاوية 45 درجة وزي ما احنا شايفين واضحة قدامنا اخف من ايه اخف من خطوط المسكة اللي بيكون موجودة عندي طيب المنشار مشي كده طيب لنلاحظ هنا مع بعض حاجة ده كطاع رأسي ممكن اعرفه من غير من غير ما انا اطلب منك يعني هنعلم طلابنا الاعزاء ان ازاي يقرر الرسمة من غير ما يكون عندي مطاليب هنا ما اجا بص هلاقي هنا عاملي خط كده وكاتب لي بي بي والسهم بيشير الى فين الى اعلى معنى كده ان المنشار هيمشي في المستوى الافقي ولكن التهشير هيكون فين هيكون في الرأسي فاذا ده طالب كطاع ايه رأسي ادام السهم الى اعلى يبقى بيشير الى جهة الايه الرأسي ولكن انا ما بص هنا زي ما احنا شايفين ممكن اعمل لي هنا وممكن اعمل لي هنا هذا السهم بيشير الى ناحية الجنب يبقى معنى كده ان فيه كطاع ايه فيه كطاع جانبي عندي ده بالشكل العام طيب ننتقل إلى إذا طلب عمل قطاع في مسقط ما فإن التهشير يكون في المسقط إما محور القطع فيكون في أي من المسقطين الآخرين اللي إحنا لسه قيلنا اتجاه السهم على محور القطع يشير إلى اتجاه المسقط الذي ستتم فيه عملية التهشير زي ما إحنا شفنا كده هنقول ده تهشير فين؟ هنقول يا مستر ده تهشير قطاع رأسي يبقى المنشار هيمشي كده واللي هيظهر مني هيباني هنا زي ما إحنا شايفين لأن السهم متجه إلى فين؟ إلى أعلى لو عاوز قطاع أفك بنلاقي هنا جاي والسهم نازل لأسفل فإذا هو طالب قطاع رأسي عند إيه إيه زي ما إحنا إيه شايفين بالشكل اللي بيكون موجود عندي طيب كيفية عمل قطاع في العصب؟ لازم نقول حتة مهمة جدا في عملية العصب إن العصب ده جزء أساسي في أي قطعة ميكانيكية وأطلقنا عليه كلمة عصب ليه لأنه هو مهم جدا لأن من خلاله بيتم ربط جميع أجزاء القطعة الميكانيكية ببعضها لذلك في عدم وجود العصب ده أو العصب زي ما بنقول بنلاحظ إن بتكون القطعة الميكانيكية اللي عندي هشة وبتكون قابلة للقصر وعرضة للتلب باستمرار لذلك وجوده مهم جدا داخل الرسم فبيقول لي قطعة بيقول لي هنا إيه إذا كان من آخر كده إذا كان القطعة موازي للعصب فإن العصب لا يهشر وإذا كان القطعة مدي على العصب فإن العصب يهشر يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا عندي قطعة ميكانيكية بالصورة اللي بيكون موجودة قدامي ده واللي أنا عمله وميزه باللون الأزرق ده هو ده العصب اللي ماسك القطعة الميكانيكية ببعضها ماسك القاعدة بالجزء الأوسط بالجزء الأعلى اللي هو فوق ده إذا ما إحنا شايفينه كده فهو اللي رابطتم كلهم بإيه ببعضها فبيقول لي لو أنا جت عملت عملية قطاع يعني أنا قطعت في الشكل ده كده وقطعت النص ده ورميته أدام الجزء الكبير ده بنطلق عليه المساحة اللي زي ما موجودة عندي هنا دي لا تهشر لأن المساحة لا تهشر فإن التهشير بيكون في السمك فقط من العصب فأما المساحة فلا تهشر أو ممكن أقولها بعبارة أخرى إذا كان القطع موازي للعصب فإن العصب لا يهشر ولكن إذا كان القطع عمودي على العصب فإن العصب هنا إيه لا يهشر زي ما إحنا شوفنا كده آدي الشكل الحقيقي لعملية التهشير الشكل إيه الصح جينا قطعنا كده فما قطعنا من هنا مشينا في الإسطوانة آدي الإسطوانة ومشينا في هنا برضو مشينا في الإسطوانة وجينا نزلنا كده من الجزء ده كده وآدي الجزء ده العصب بقى هنا ما بحشرش فيه لأن القطع موازي للعصب زي ما إحنا شوفوا ودي أشكال مختلفة هذه الأشكال المختلفة بتبين لي هنا إيه مجموعة من الإعصاب مجموعة من القطع الميكانيكية في اتجاهات مختلفة ولازم أخلي بالي برضو من قاعدة مهمة جدا وعرفة وهي إن العصب بيظهر مساحة في مسقط واحد فقط وسمك في مسقطين يعني إيه مسطر الكلام ده يعني لما نجيت أبص على سبيل المثال هذا الجزء المسلسي هو العصب اللي بيربط الجزء الأعلى بالجزء الأسفل أو بالقاعدة لما جابوا صلو من الجهة الرأسية على سبيل المثال هشوفوا مسلس طيب لما جابوا صلو من الجهة مثلا الجانبية من هنا أو أيا كان الرؤية هلاقي هنا الجزء اللي بيض ده اسمه سمك والسمك ده أنا بشوفه في مسقطين فقط بمعنى إن الجزء المسلسي ده بشوفه في مسقط واحد فقط وما بشوفهش في مسقطين يبقى لازم عفوا لازم نخلي بالنا من إيه من قواعد العصب اللي بيكون موجودة عندي هنا برضو جيتها بالسلو فالجزء اللي بقول له اللي أقدر ده ده شكل مسلسي هذا الشكل المسلسي يطلق عليه المساحة وده بتظهر في مسقط واحد فقط ولكن الجزء الآخر وهو سمك العصب وسمك العصب ده هو اللي بيظهر لي في مسقطين هنيجي نقول لك بقى أنواع القطاعات في القطاع الرأسي التهشير يكون في المسقط الرأسي زي ما احنا قلنا ومحور القطع يكون خط رأسي بالمسقط الجانبي أو خط أفجي في المسقط الأفجي زي ما لسه شايفنا في القطاع الجانبي التهشير يكون في المسقط الجانبي ولكن محور القطع يكون إما في خط رأسي بالمسقط الرأسي أو خط رأسي في المسقط الأفجي أما في القطاع الأفجي فإن التهشير يكون في المسقط الأفجي ومحور القطع يكون خط أفجي بالمسقط الرأسي وده بيبقى في اغلب الاحيان او خط افك في المسكة الجانبية بعض انواع القطاعات بقى عشان نخش على الامثلة بتاعتنا عندي قطاع رأسي وده الشكل العام للقطاع الرأسي اللي بيكون موجود عندي يبقى احنا كده برضو عشان نبقى احنا نخلي بالنا عندي كام نوع من القطاعات عندي سلاس انواع اساسية من القطاعات مهمة جدا ولازم اخلي بالي منها النوع الاول وهو القطاع الرأسي وطبعا القطاع الرأسي زي ما احنا قلنا اللي بيكون عملية القطع في المسكة الرأسي يعني بمعنى صح الحد القاطع او حد المنشار بيمشي في المسكة الافقي والتهشير بيكون فين في المسكة الافقي ننتقل الى برضو ايضا القطاع الافقي والقطاع الافقي بيكون بمعنى صح ان لو انا عندي مجسم هذا المجسم بيبتدي اقطعه بشكل افقي كده زي ما احنا قلنا وبيبقى الحد القاطع في المسكة الافقي في المسكة الافقي طيب والسهمين السهمين بيكونوا بيشيروا إلى أسفل معنى أنه بيشير إلى أسفل أن عملية القطاع هتتم في المسقطة الإيه الأفق هناك أيضا مسقط أو قطاع جانبي والقطاع الجانبي زي ما احنا قلناه بيتم في عملية الإيه أو في المسقطة الجانبي وبيكون الحد القطع إما في Among Key وإما فيه خط أفق إما فيها الأفقي وإما فيه المسقط الإيه الرأسي عندي وبيكون أغلب الأحيان بيكون في المسكة الرأسي وبيكون خط رأسي عندي والسهمين بيشيروا إلى المسكة الجانبي فده من خلاله أقدر أعرف أن ده مسكة جانبي أو قطاع جانبي عندي فيه طبعا قطاعات مختلفة كتير جدا فيه قطاع يطلق عليه القطاع اللي هو ليس على استقامة واحدة أو القطاع المتدرج وطبعا القطاع المتدرج ده أنني بمشيش أو حد القطاع بمشيش على وطيرة واحدة بكت ولكن أنا بمشي فيه أجزاء متدرجة بحيث أن الجزء ده أبين ده باستخدمه أحيانا في بعض القطع الميكانيكية اللي فيه أجزاء لو أنا مشيت على استقامة واحدة مش هتظهر عندي فببتدي أضطر أعمل عملية قطاعات متدرجة علشان أظهر بعض هذه الأجزاء طب تعالوا مع بعض كده نبص ونشوف بعض أنواع القطاعات وناخد تمرين في عجالة على استنتاج المسكة التالي يبقى القطاع الرأسي زي ما احنا قلنا في القطاع الرأسي يكون التأشير في المسكة الرأسي ومحور القطع يكون في خط رأسي بالمسكة الجانيبة أو خط أفق في المسكة الأفق زي ما احنا شفنا قادي شكل أنا جبتلك أيزومترك أو مثال قادي الشكل العام للمسال اللي عندي الشكل ده أنا عاوز أعمله عملية قطاع رأسي من هنا كده نبص كده مع بعض نفس الشكل اللي احنا لسه يدينه شفت بقى عملية القطاع في الرأسي قادي مستوى القطع هو يبقى في المسكة الرأسي طب تعالوا نشوف الشكل اللي عندي دي بعد ما عملنا له عملية قطاع إيه اللي حصل آه شوفنا بقى الشكل عندي أصبح عامل إزاي بعد عملية القطاع وخطوط التهشير زي ما احنا قلناها بيكون بزاوية 45 درجة فكل الأجزاء المخفية أصبحت ظاهرة عندي ولا لا قادي التقبل الميضاوي اللي بيكون موجود عندي ده كابعا في بداية الرسم هنا ما كانش بايم والتقبل اللي من أعلى مع الأجزاء الداخلية اللي هنا ما كانش باين عندي والقاعدة طبعا دي باينة قريدي ما فيش فاقي مشكلة فإذا طيب بس أنا كل ده مش هشهروا أي فراغ عندي ما بعملوش عملية تهشير لأن التهشير بيكون في الأجزاء المصمطة إيه فقط ولو إحنا جدا نبص قدينا نشوف مع بعض بقى كده خطوط التهشير بتكون في الأجزاء المصمطة فقط أو اللي المنشار مش فيها فقط ولكن الأجزاء اللي بتبقى داخلية وما بعملوش عملية تهشير ديهم بتكون فراغات عندي في المسجر طب تعالوا نشوف نفس القطاع وهو قطاع جنبي ولكن نركز بقى مع بعض هيبقى عملية القطع في نفس المنظور بس جاي في الشكل الإيه في الجانبي زي ما إحنا شوفنا طب لو أني جيت أطعت في المسجر الجانبي هنا تعالوا نبص على الشكل كده آه شوف إيه اللي حصل الجزء ده كله إحنا رميناه وأصبح عندي أيزا راح بالتقب بكل اللي فيه وأصبح عندي موجود الجزء ده كده وهو المصمط اللي بيكون موجود عندي طيب الأجزاء الدقلية ديهم مش هتتأشر ليه مش هتتأشر لأن دي عبارة عن إيه عبارة عن فراغات وتعالوا نبصوا مع بعض كده آه دي شكل المسجر الجانبي بعد عملية القطاع لذلك إحنا بنوصي أبنائنا الطالبة الأعزاء لما يكون في عملية قطاع عندي لازم الأول أعرف القطاع قبل ما جي أرسم الرسمة لإنه مرسمش حاجات مختفية وارجع مسحة تاني بتبهدل المنظر الجمالي للرسمة اللي بيكون موجودة عندي زي ما إحنا شفنا إيه ساهمين دول متجهين إلى فين إلى المسجر الجانبي يبقى إذا هذا خط رأسي والأسهم تشير إلى الجانبي يبقى ده قطاع إيه قطاع جانبي زي ما إحنا شفنا وده الثلاث مساقط اللي بيكون موجودة عندي طيب ننتقل إلى القطاع الأفقي وطبعا القطاع الأفقي قدي جبنا لك أشكال كتير جدا من القطاع الأفقي قدي شكل الأيزومترك اللي عندي اللي كنا لسه وغدينه قطعناه من هنا كده قدي شوف الشكل ده بنرميه وبنشوف إيه بعد عملية الإيه الأفقي طيب ونستدل عليها إزاي من غير ما نقرأ لو إحنا جينا نبصها نلاقي الأسهم هنا متجهة إلى فين إلى أسفل ده خط أفقي هذا الخط الأفقي الأسهم متشير إلى أسفل يبقى إذاً ده هنا إيه ده قطاع أفقي زي ما بيكون موجود إيه عندي طيب إحنا ما عملناش عملية القطاع ليه في الآخر المسجرة اللي عندي هنقول لأن عملية القطاع انتهت هنا يبقى إذاً بدأ انتهاء عملية القطاع هي انتهاء عملية التهشير زي ما إحنا إيه شوفنا وهنشوفها في أمثلة كتير إن شاء الله طيب ده 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 يا مستر ده ده عصب والعصب هشرناه ما إحنا قلنا بقى إذا كان أو التهشير بمعنى أصحب يكون في المساحة يبقى إذاً إذا كان القطع موازي للعصب فإن العصب لا يهشر ولكن إذا كان القطع عمودي على العصب فإن العصب يهشر وزي ما إحنا شايفين كده هشرنا في السمك اللي معاندي مع سمك القطع الميكانيكية اللي بيكون موجودة عندنا أيضاً فيه قطاع نصفي قطاع نصفي ده زي ما إحنا شايفين من واقع قتابنا المدرسي ده بيبقى أنا بقطع في نص القطعة الميكانيكية فقط ولكن مش فيها كلها يعني ده الأيزومتريك للشكل رقم واحد لما جILA هنا قطاع نصفي زي ما احنا شايفين بقطع النص فقط ما بقطعوش كله شوفوا لما احنا عطعنا النص اللي عندي فاصبح عملية القطاع هيبقى في الجزء ده والجزء ده فقط ولكن باقي الاجزومتريك او باقي المسكت عندي ما بعملوش عملية قطاع لان انا ايه هو طالب مني قطاع ايه نص فقط زي ما احنا شفنا طيب بقية الاجزاء اللي بيكون موجودة عندي اللي هي الهيدن او المختفية بسيبها مختفية زي ما هي وببتدي ايه اعمل اظهر الاجزاء اللي المفروض ان المنشار مش فيها اللي هي الاستوانات الداخلية والاستوانات الداخلية دي انظهرت لي ولكن انا ما هشرتش فيها ليه لانها عبارة عن ايه عبارة عن فراغ زي ما احنا شايفين عندي احنا بكده عرفنا مجموعة من القواعد الاساسية هذه القواعد هتريحني بعد كده في عملية ايه هي القواعد زي ما قلنا قواعد الاستوانة وزي ما قلنا قواعد التأشير وزي ما قلنا أنواع القطاعات قطاع رأسي قطاع جانبي قطاع أفقي قطاع نصفي قطاع متدرك أو ما يطلق عليه قطاع ليس على استقامة واحدة وإحنا هنشوفه برضو عندنا هنا عرفنا كواعد تهشير العصب وعرفنا أن العصب يظهر مساحة في مسقط واحد فقط ويظهر سمك في مسقطين والتهشير كواعد التهشير هنقول ثاني إذا كان القطع موازي للعصب فإن العصب لا يهش بمعنى أصح أو بالعمية كده أقدر أقول أن ما فيش تهشير في مساحة أي عصب اللي هو الجزء المسلسي ولكن التهشير بيكون في المسقط أو في السمك فقط سواء كان في المسقط الرأسي أو سواء كان في المسقط الأفقي أو سواء كان في المسقط الجانبي تعالوا مع بعض نبص كده ونشوف ناخد آخر قطاع عندي وهو القطاع المتدرج ونشوف مثال من واقع كتابنا المدرسة ونشوفه المطاليب ونطبق عليه الأساسيات اللي إحنا لسه أيلنها لكم إن شاء الله طيب نبص كده مع بعض أدي الشكل العام أدي ده قطاع هنطلق عليه قطاع إيه ليس على استقامة واحدة وده بنطلق عليه القطاع إيه القطاع المتدرج زي ما إحنا شايفين عملنا لو إحنا جدا نبص هنا في المسقط الأفقي بص مشينا كده فهو لو مشي بالشكل العادي كده من غير التدرج يبقى فيه حاجات كتير مشهدان هو عاوز يزهر للإستوانة دي ماشي ولو مشي كده برضو مش هزهر لأجزاء من الإستوانة الأخرى ولكن هو مشي قال لي مشيلي كده من إيه لبي ده اسمه قطاع ونزلت من بي لسي حددلي عشان أمشي في الإستوانات يبقى أنا مشيت في الإستوانات وجيت من هنا من دي لإي لإف فده اسمه قطاع متدرج نزلت بيه مش على استقامة واحدة علشان أظهر إيه أظهر الأجزاء الداخلية اللي بيكون موجودة عندي في الإيه في الشكل اللي عندي طيب ننتقل إلى مثال من واقع كتابنا المدرسي وهو تمرين رقم 6 بالكتاب المدرسي هذا التمرين زي ما احنا شايفينه من واقع عفوا من واقع كتابنا المدرسي طالب مني إيه قال لي هنا إيه المطلوب رسم الآتي أو الشكل يوضح المسقطين الرأسي والأفقي لقطعة ميكانيكية والمطلوب رسم الآتي بمكياس رسم مناسب قطاع رأسي عند إيه إيه هنقول لك هنا مسقط جانبي عند بي بي هنقول لك هنا مسقط أفقي إيه كامل لو إحنا جينا نبص للرسمة اللي بيكون موجودة عندنا هنا يا شباب ما هنقول القطاع هو طالب القطاع ده إيه هنقول يا مستر آه ده ده قطاع متدرج بمعنى إنه قطاع ليس على استقامة إيه ليس على استقامة واحدة اللي إحنا لسه إلينا في الآخر وده قطاع إيه هنقول قطاع رأسي عرفنا منين يبقى إحنا ممكن المطالب دي ما نشوفهاش ونعرف نستنتج ونعرف نشوف المطالب اللي عندين الأسهم متجهة إلى أعلى يبقى ده قطاع إيه رأسي طب فيه كمان قال لك قطاع عند بي بي طب القطاع ده نوع إيه هنقول القطاع ده جانبي لإن الأسهم تشير إلى المسقط الجانبي وبالتالي هنا يبقى ده قطاع إيه بهو طالب مني في الرسمة دي هنا إيه قطاعين تعالوا مع بعض كده نبصه ونشوف إزاي بنستنتج المسقط عندي وتعالوا نحلل برضو جزء من الرسمة ده عشان نبقى واضحين طبعا ده أنا رسمت لك الأيزومتريك أو المنظور الهندسي وإنت مش مطالب ده بس عشان تعرف إن القطع الميكانيكية أو المساقط التلاتة مرتبطين بمجسم واحد زي ما إحنا قلنا وفي نفس الوقت أيضا نلمس القطعة أو نلمس المسقط بيبقى عبارة عن إيه لما نيجي نشوف في المسقط الرأسي أنا شايف الجزء ده كده اللي هي الأعدة اللي هي ارتفاعها عشرين هذه الأعدة موجودة عندي هنا اللي ارتفاعها عشرين وأجي بص من أسفل هنا أنا شايف هذه المجرى زي ما إحنا شفنا موجودة هنا عنده هون في عندي مجموعة من الإسطوانات الإسطوانة اللي باللول الأحمر دي اللي هي الخارجية وهذه الإسطوانة بتبقى ظهرة عندي زي ما إحنا شفنا أيضا طب ننتقل إلى الإسطوانة في إسطوانة داخلية بس أنا مش شايف فمدرية رقم من جوة هنا هذه الإسطوانة الداخلية عملت مكانها برضو برسمها بس بعمل لها نقط والخطوط المختفية تدل على إن وجود إسطوانة أو جزء موجود داخل الشكل ولكن أنا مش شايفه في إسطوانة داخلية أخرى أصغر من الإسطوانة رقم 2 بتتصل من الإسطوانة رقم 2 إلى أسفل لحد المجرى اللي بيكون موجودة عنها طب عرفت منين الكلام ده طب الإسطوانة الخارجية قد الإسطوانة الكبيرة ظهر هنا إيه دايرة وجاي لي هنا إيه مستطيل يبقى هتجيلي هنا في الجانب إيه مستطيل لو إحنا عرفنا الكواعد اللي إحنا قلناه قد الإسطوانة رقم 2 وجاي لي هنا نقط عشان أنا مش هشوفه فهتجيلي هنا دائرة جات لي هنا مستطيل هتجيلي في المسكة الجانبية أيضاً هنا إيه مستطيل طيب ننتاكل الى اما نيجي نبص بقى العصب اللي احنا قلناه عندي شوف العصب اه ادي الشكل ده كده بنطلق عليه المساحة للعصب اللي بيكون موجودة عندي ودي بتظهر في مسكة واحد فقط يعني ما بص عندي كده في المسكة الرأسي ادي الشكل المسلسي ده هو المساحة بتاعت العصب اللي بيكون موجودة عندي وبتظهر في مسكة واحد فقط اللي هو المسكة الايه يا شباب هنقول المسكة الرأسي ولكن لما اجاب بص من الجهة الجانبية من هنا كده هشوفوا السمك ولا لا يبقى إذا العصب هيظهر لي طبعا ما بصوا من فوق كده هنبصوا من فوق هنلاقي أيضا هنا إيه السمك عندي قادي شكل العصب سمك زي ما احنا شايفين يبقى هيجيلي هنا إيه هيجيلي سمك برافو عليكم عرفنا منين إنه هيجيلي سمك هنقول يا مستر لأن العصب بيظهر مساحة في مسكة واحد فقط وسمك في إيه في المسكتين الآخرين زي ما احنا شايفين ننتقل هنا زي ما احنا شوفنا إلى الإسطوانات عندي طبعا ست إسطوانات عندي ست إسطوانات قد الإسطوانة الأولى ودى الإسطوانة الثانية ودى الإسطوانة برضو السالسة ودى الرابعة ودى الخامسة ودى السادسة ده الشكل العام للقطعة الميكانيكية اللي بيكون موجودة عندي وللأسف احنا حلقتنا يعتبر خلصت ولكن احنا هنكمل الجزء ده إن شاء الله في حلقتنا القادمة يبقى حلقتنا انقسمت لمجموعة من الأساسيات المهمة جدا اللي من خلالها بقدر استنتج أي مسكت عندي عرفناها وعرفنا بعض الأمثلة اللي بيكون موجودة عندي وإن شاء الله في حلقتنا القادمة هنكمل على المثال اللي احنا خدناه من واقع وكتبنا المدرسي وهناخد أمثلة أخرى أتمنى من كل أبنائنا الطلبة والطالبات إنهم يكونوا استفادوا من حلقتنا على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات أخرى لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته